سراء اليوم الخميس 20 للحجة 1437 للحجرة الموافق 20 سبتمبر 2016 ميلادي تحت لئاسة فخمة رئيس الجمهورية سيد محمد فلي عبد العزيز وقد درس المجلس وصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات نذكر منها مشروع قانين يسمح بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموليتانية وحكومة جمهورية السودان للتعاون في المجال الزراعي الموقع بالخرطوم بتاريخ 2 سبتمبر 2007 بيانا حول مشاركة بلادنا في معرضي أنطاليا الدولي وستدخل وزيرة الزراعة من أجل شرح مضمون القانون كما أعود إليكم كذلك لشرح مضمون البيان بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم كان ليشارة في اليوم في اجتماع مجلس الزراع بتقديم مشروع قانون يسمح لفخمة رئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاق التعاون في المجال الزراعي بين الجمهورية الإسلامية الموليتانية وجمهورية السودان موقع بتاريخ 2 سبتمبر 2007 بالخرطوم ويندرج هذا الاتفاق ضيمن الاهتمام المشترك لقائدي البلدين ضخمة الرئيس سيد محمد العبد العزيز والمشير عمر حسن أحمد البشير بتعزيز التعاون القائم بين الجمهورية الإسلامية الموليتانية وجمهورية السودان في المجال الزراعي دعما لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين وكما يعبر عن إرادة البلدين الرامية إلى تشجيع وترقية التبادل الثنائي في المجال الزراعي وتبادل الخبرات والسلع الزراعية وفقا للنظم المعمول بها في كل البلدين إذن عن هذا الاتفاق له يشكل إطار عام للتعاون استقوموا وزارة الزراعة في البلدين من خلال خطاب عملية في المجالات التي تنص عليها هذه الاتفاقية إن شاء الله والمتعلق أساسا بتبادل الخبرات والمعلومات العلمية ونقل التكنولوجيا وإقامة مشاريع زراعية مشتركة وكذلك التعاون لمجال البحث الزراعية والبستنة وإنتاج المحاصيل وتكنولوجيا المعلومات ونظام الإنذار المبكر كما تعلمون السودان دولة رائدة في مجال الزراعة في العالم وفي الوطن العربي خصوصا وعلى ذلك الأساس سنستفيد من الخبرات السودانية في هذا المجال كما أن موريتانيا لديها بعض النقاط في المجال الزراعي تتقدم فيها وهي مكافحة الأفات الزراعية وخصوصا تجربتنا الأخيرة في مكافحة السوسة الحمراء التي ذبت عن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات الموريتانية في مكافحة هذه السوسة أدت إلى الحد من انتشار هذه السوسة وهي أول مرة في الدول التي دخلتها هذه الآثة عنها تمكننا أن نحدوا منها بالرقم من دول أخرى تتعود عندها من الوسائل التي أكثر منها والتي تفشت فيها ونحن الحمد لله تمكننا أن نصيدر عليها إذن عندما يعطى المجالات تتشاف في تجربة موريتانية ومن مجالات أخرى سنستفيد منها في تجربة السودانية وأشكركم شكرا للوزير سؤالي تعلق بهذه الاتفاقية في مدان الزراعة التي توقعتها في سبتمبر 2007 بين موريتان والسودان وواقعات في الخرطوم بين الرئيسين منظر هذه الاتفاقية مع الوزير ما تدخل فيه نطاق الزراعة وشيني بالتحديد شكلية الزراعة المعنية بها ومتى ستبدأ وما هي مرضوضية تعالي الشعب الموريتان وشكرا للوزير هذه الاتفاقية تم توقيعها بهذا التاريخ بين وزراء خارجية البلدين والهدف منها المجالات التي لا يتدخل فيها إن شاء الله هي تبادل الخبرات والمعلومات العلمية ونقل التركنولوجيا وإقامة مشاريع زراعية مشتركة وكذلك التعاون بمجالات البحث الزراعية والبستنة وإنتاج المحاصيل وتكنولوجيا المعلومات كما تشجع التعاون بين الغطاء الخاص في البلدين إن شاء الله فورا اعتماد هذه الاتفاقية سيتم البدء في تنفيذها لأن بدأنا نهيئ برنامج تنفيذي لهذه الاتفاقية وفورا إن شاء الله المصادقة عليها لا يبدأ إن شاء الله تنفيذها تنص هذه الاتفاقية على تشكيل لجنة فنية مشتركة ما بين القطاعين ذيك اللجنة تم تحديدها إذن عن تنتظر المصادقة للبدء إن شاء الله في التنفيذ سيبدأ في القريب العاجل إن شاء الله ونتوخى منه الحصول على نتائج إيجابية في المجال الزراعي في المجال الزراعي زراعة النباتية كاملة يسوى منها زراعات الأرز والقمح والنخيل وأساساً مجال الخبرات هي الأساس إذن عنها إن شاء الله ولا يتشمل مجالات الزراعة كاملة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نحن كان لنا الشرف أن تقدمنا اليوم ببيان المجلس الكنصراء حول مشاركة بلادنا في معرض أنتاليا بتركيا طبعاً المشاركة من المعارض كما تعلمون ذات أهمية كبيرة لعدة عوامل العامل الأول أنها من شأن هذه المعارض أنها تتيح للدولة المشاركة أنها تعرف ذلك البلد والبلدان الأخرى المشاركة في هذه المعارض على تراث الدولة وعلى اقتصادها وعلى ثقافتها وعلى مكونات الدولة وتعرفها بالبلد ثانياً إنها مولي فيها نوع من تعزيز العلاقات بين الدول لأنها أصبحت حاضنة لأكبر تجمع من الدول وبالتالي مشاركة فيها الدولة في نوع من تعزيز العلاقات مع الدول وتشابير معها ونفس الدولة المولية المضيفة دائماً تلح في المشاركة والمشاركة في المعارض التي معدلها دولة من يتشارك في دولة أخرى معنات أن ذلك يعبر عن تعزيز العلاقات بين دولتين كذلك بالنسبة لأننا نحن هنا عندنا قدر من الحرفيين اللي عندهم هذه الصناعة التقليدية ودائماً في هذه المعارض تكون فرصة لعرضها والبيعها حتى أيضاً مولي بعض الأعمال كيفية الأعمال البعض اللي يتحدى قدر من الناس يعدلوهم بشكل الأعمال يروا فرصة في هذه المعارض معلاتهم هنها وفرصة لهم هما هذو يعرضوا منتوجاتهم وبيعوها وبالتالي يدر عليهم بمداخل كذلك موليتاني معادة من عدة سنوات هي عضو في المكتب التنفيذي المكتب الدولي للمعارض في تقريباً 15 دولة هي العضو في هذا المكتب التنفيذي والتالي من بين هذه الدول 15 ولذلك دائماً تدعى لهذه المعارض وضروري أنها تشارك في هذه المعارض طبعاً هذا المعرض اللي فانتاليا بشاركة فيه قريب من أزجد عن 50 دولة وأغلبها من الدول العربية والأفريقية وصاروا حتى الآن ما يناهز مليونين سائر وهو أصلاً عنوانه هو الزهور والأطفال يغير موضوعه هو الزراعة والحدائق ولذلك موليتاني مشارك فيه بمزرعة وفيها مختلف أنواع الزراعة ومشارك أيضاً بعروض من التراث التقليدي من الصناعة التقليدية ومشارك أيضاً بعض اللوحات والعروض عن مريتاني وإيام تعريف يوم مريتاني وفهم فيه قدر من الحرفيين اللي عرضين التراث وبيعهم اللي فماكن مخصص للبيع ولا يعود اليوم الوطني المريتاني اللي لا يتعدل فهم اللي يحضروها قدر من أهل المريتاني فيه فنانيين وفيه إهلاميين وفيه راجين مليكونوا فهم رسال أعمال وبعض الرسميين لا يعود يومه 11 أكتوبر وراجين إن شاء الله بتعود المشاركة نحنا ملاحظين عن شناع فهم بالمقارن مع الدول الأفريقية العخرى اللي بشاركة كيفية مالي وكيفية السينيقال وكيفية الجزائر دول العربية النوم الأفضل للإجنحة وراجين إن شاء الله التوفيق وأشكره نبقوا نعابو إلى أين وصل مشروع صاحب الصحيب مويتان ونبقوا نعابو قضية الجالية المويتانية في القابون الشخلق من قضية التعويضات لرجال الأعمال اللي موجودين اللي انتهبت أموال وانتهبوا أموالهم وعدلهم ياسم شي خاسب واش عدلت الدولة في هذا الصدد وهل فعلا الدولة فصدد أنها تعين سفير في القابون ونبقوا أيضا تتكلمون عن قضية خلية داعش اللي حاكت لأنه إلى حد الآن ما أموال ما فهتتكلم بها حد سابقا جي قلتم أدو زينة اللي كانت هون كانت فيه هون أيام مفتوحة كانت النظمان أيام مفتوحة للصناعة التقليدية مدرة كانين الأيام كانها مزارة خارقة الله مات لها تخارقة مكتب الوراف اللي فيه الصناعة التقليدية لكن مكتب الوراف اللي المتأخرة انتهاموا يتم كتاب تنصيبه سيد الوزير فهم قد ضيارك مطروحة وهو تسريح مئوه الثلاثة وثمانين والله من شركة النقل العمومي استبيل هل هذه الشركة هل هي فلست وهو العمال معلومة مرضوضية اقتصادية للشركة ومنظره كان يتم دمجها الشركة للقطاع الخاص وشكرا عندي سؤالين لأولي يتعلق ببيان مؤخرا أصدره حزب اتحاد قوى التقدم حول ملاحقة السلطات الموريتانية للأجانب في العاصمة بذريعة عدم الحصول على وذائق مدنية أو وذائق رسمية لدخول البلاد واتهمت أيضا السلطات الموريتانية بالتصرف بشكل عنصري إزاء هؤلاء الأجانب السؤال الثاني يتعلق بالحوار أين وصل قطار الحوار أشكرا سيد وزير نقتل تسول وتوفى عن محاربة الفساد منين لاحقت واش حصلت من هالدولة وكيف تردون على المشاككين في هذه الحرب على الفساد أشكرا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لموضوع السؤال الأول اللي يتعلق بالصرف الصحي طبعا فيه اتفاق لتنفيذ الصرف الصحي على مراحل المرحلة الأولى لا هي تكون فيها أثلت مقاطعات في نواك شوط فيها تفلا وزينو وهي المقاطعات اللي أشد حاجة للصرف الصحي والمرحلة الثانية لا هي للمقاطعات الأخرى لكن مع ذلك القطاع المعني عندهم ملي حلول استعجالية تبعلك معها المكتب البطني للصرف الصحي كيف تشفت المياه وشفت بعض كيف يتفاعل مع هذه الأمطار حتى رئيسها ما يتم عمل الصرف الصحي وطبعا الصرف الصحي كما تعلمون مشروع حيوي وعميق ومكلف وأمريتانية طبعا إلى الآن من خمسين سنة ولا ستين سنة ما قطبوا بمبحث عن موضوع الصرف الصحي الأمطار كانت اللاديشة وكانت المدينة اللا تعاني وحتى بعض دول العالم مدر العالم يعاصل مدر العالم أحيانا العلماء ما يعود ما فيها الصرف الصحي معاناها مدر متقدمة ودول متقدمة لأنه كيف تعرف هو مكلف ويحتاج القدر من العمل ويالتعود مع بداية المدينة مع بداية بناء المدينة وإنشاءها إياك العود فعال لكن مع ذلك هذه الحكومة بدأت عن الماكشوت إلى الآن من نشأتها إلى الآن ما عاد فيها الصرف الصحي فهم يأسر بالتراكمات ويأسر من الامتداد الأفقي للمدينة مع ذلك هدلت عقد وهم اتفاقية لعمل الصرف الصحي وله يبدأ بهذه المقاطعات وينتهي بعمل مقاطعات الماكشوت فهم مملي حلول آنية ووقتية مؤقتة التي ترى اليوم استعامل المكتب الصرف الصحي يتعامل مع هذه الأبطار لحل مشكلة آثارها التي لا تحتمل أنها تبقى إلي يتم العمل في مشروع الصرف الصحي المنتورة الشبعا قريب بالنسبة للسؤال الثاني الذي يحول الإجارة في القابون طبعا ثم جاءتكم هنا وزارة الخارجية المكلفة المنتدب المكلفة بشؤون الماليتانجين من الخارج وقالت لكم عمل الحكومة في مؤشرة على هذا الموضوع وأن خلقوا اتصالات بالدولة القابون وكان فهم تواصل معهم عن طريق وصارة الخارجية عن طريق الدبلوماسيين المكلفين بهذا العمل وكانت فهم نوع من الرعاية لهم ونوع من الإغاثة لهم بالصفة عامة والبحث عن موضوعهم وإن شاء الله ذلك فر اللي الله يحل مشكلتهم والله يخفف آثار ذلك اللي يتلقى وذلك اللي يصابهم إن شاء الله دور تعدلوا والقطاع المعنى إن شاء الله يعدل لك بالنسبة السؤال حوله السؤال 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 لا لا هذه بعض الشباب اللي قضيت انتماءهم لداعش نحنا ظهرنا أنه ما هو يع صحيح لا الشباب يعني غير كعادة داعش عادة موضل لا كل حد يرغي يقول أنه هو من داعش والله من كده نحن نرى أنه نتوف الشباب هاديين يقضوا 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 عندهم بعض تدمر والله مترقليين لعمل والله الشباب غير بعد ما عندنا داعش ولا موجودة داعش لا أهم شيء أيام سؤال صناعة تقليدية نحن نتوفى أفهم الغطوة الصناعة التقليدية عندها مشروع في هذا الصدد إن شاء الله يرى النور إن شاء الله قريباً وهي مولي إن شاء الله نحن عاكفين على قضية تشديد مكتبها وفتلسيق في هذا الإطار إن شاء الله من يتمجيش دور إن شاء الله تعلموا به إلينا ما فاتوا صرحت جل علي تصرح ولا فاتوا صرحت فاتوا فاتوا صرحوا فاتوا صرحوا بالماضي يعني ذلك الدور إن شاء الله القطاع المعني نطرحوا عليه الموضوع إن شاء الله يشوف شو ذلك الموضوع قضية الفساد قضية الفساد أنتم تعرفوا هذا النظام من أهم الأمور اللي قام عليها هي محاربة الفساد والحرب على الفساد ما هي الشعار وإنما هي خطة عملية رأى النظام أعلن من أسباب تأخر موريتاني في الفترة الماضية وفشلها في كثير من القضايا هو هذا الفساد اللي كان ينخر فيها منذ السنوات وأخذ هذا النظام على عاتق محاربة الفساد وفهم عدة آليات المحاربة الفساد على المستوى القانوني تعرفوا مهم ترسانة من هذا القانون الفساد الذي صدر خيلا على المستوى المؤسسي تعرفوا المؤسسات المفاتش العامة للدولة ومفاتش العامة للدولة ومهم أحكمة الحسابات ومهم المفاتشيات الداخلية معناتهم فهم آليات لمحاربة الفساد وعلى المستوى الملي التنفيذي والمتابع ثم تعرفوا عن أقتدت ياسم من المال الدولة التي كانت ماشية عن طريق الفساد وتعرفوا مهم الملي هناك شراءات تقشيدية خلقت هذه قضية السكن التي كانت تستأثر به تستأثر به مشموعة معين الموظفين واللينكباب وهذا يوزع على جميع الموظفين هذا محاربة الفساد قضية الوتات الدولة التي كانت ملي يعود عند الموظفين ما هم ياسرين وينعطارهم المحروقات ويمشوا شور كل بلاد ما الناس الأخرى ما عندها وتات ويستنزفوا ياسر منها من لهم وكذلك هواتير الماء والكهرباء هذا الفرق تعرف أنه مضاع له حد وعادة الوتات الخالق منها الخالق بدل نقل وعامة مع الناس وعادة فيها عدالة فيه وتعرفون عن ذلك الفواتير اللي كانت ماشبة الشكل ذلك في الوقف مفهم ياسر من الإجراءات وتعرفون عن ميزانة التسهير ذاته اللي كانت يمشي ياسر من الفساد انها تقصد بخبسين في المية هذا الباب محاربة الفساد وتعرفهم فهم واحدين وشردهم من مناصبهم نتيجة لمحاربة الفساد وفهم واحدين الصم من المعارضة ومن الموالاة ما كان فيه اجتميز في هذا الجانب الظاهر اللي اعلن حتى أيضا التنظيم اللي خلق للصفقات وليشان الصفقات اللي كانت تنقبض بصفة التراضي وهذا تعبدلها من لجهة الصفقات التابعها وتقرها والتابع مولي تنفيذها هذا فرد الله من آليات محاربة الفساد معناته على المحاربة الفساد حتى نفهم ثقافة أشعة هذا النظام للتحرير من الفساد وخلقت إشراءات عملية لأن اصبحت الناس ما فيه حد الآن يفكر فيه والله بعد حد يفكر أنه يعود مفسد يعرف أنه لا يقد تعقب تعود ذلك عنده عواقم وخيمة ويعرف أنه يقد انكرد وأن الفساد أنه لا تلا مقبول ولا تلا ولا تلا متسامح فيه معناته اعلن هذا النظام قطعا حرب على الفساد أنها لا هوادة فيها وأنها حرب موجودة ولا يقد عود حد مشكك فيها موجودة على المستوى القانوني موجودة على المستوى المؤسسي موجودة على مستوى الثقافي وثقافة محاربة الفساد وموجودة أيضا على المستوى التنفيذي كما تعلمون على مستوى الفعلي ومجسد على أرض الواقع ردكم حول بيان نعم شفت هذه البيانات اللي من شكل هذا البيان هذه البيانات نحنا نقدم قرنها ما هي موضوعية ولا هي واقعية ولا هي بريئة لأن حد في هذا العصر أهام وموليتان تعود في وضاء في ظل هذا العصر وفي ظل الوضعية الدولية الآن الوضعية الهاجسة الأمني فيها مسيطر والدول تعاني من تدهور أمني قضية حد هام وتعود موليتاني فوضى ويعود قاعد فيها حد بصفة ماهي قانونية والله شايها حد بصفة ماهي قانونية هذا ظاهر لأنه ما هام موصلحة موليتاني ولا هام خدمة استقرار موليتاني موليتاني أي دولة من دول العالم لا بد لها من حد فيها يعود مقيم بصفة مشروعة وحد شايها يجيها بصفة مشروعة ولا تنم أقول الآن حد في دولة يقيم فيها هام تحافظ على منها ما معروف في منين ساكن وأوراق اللي الساكن فيها وصيفة القانونية وين تدخل هذا من المستلمات الآن الأمنية التي الناس فيها متفق عليها ونفس الشيء عارم من الموليتانيين في القارج نحن كنا نبغو هذه الأحزاب تعدى البيان مولي للحقوق الموليتانيين اتجاه الدول الأخرى الموليتانيين زاد ما لديهم حقوق الدول نفسها تعابل نفس المعاملة تعرف مع الموليتانيين يعطوه هون يغلبت عند السفارات هون يغلبت في زيتاء الشراء ولا يراوها وأحيانا تقبضهم من الفضاء ولا يتنعطالهم ولا يراوها وتعرف منتردو زادهم من الخارج ولا يخلاوه يقيمو هذه قضايا دولية ومعاملة بالمذل لابد من حد مقيمه موليتاني لابد من يعود مقيم إقامة شرعية وحد ما عنده إقامة شرعية طبعا لاهي يبحث عنه ولاهي يمشى للإنش في صفة شرعية ولاهي ينقال لأنه لا يقيم هون ويمشي لأنه يرشع بصفة شرعية ويقيم بصفة شرعية هذه من المسلمات وظاهر لعن حد يزايد فيها والله يعدل حولها بيانات أنه قطعا ما ظاهر أنه يبحث عن مصلحة موريتاني وقطعا بيانات منها ما هي بريئة ولا هي واقعية ولا هي موضوعية الحوار في ترتيبات الولاية ينطلق قريبا إن شاء الله هو الآن كيف قلت لكم الحوار قائم بالشكل العام فهم تلاقي وهم تواصل بين المتحاولين وإجبارات أما بدء ورشات الحوار اللي لا هي تتمخض عن اتفاق وعن وبعد ذلك هاليات التنفيذ وهذه الهيزة متعام قريبا إن شاء الله خلال السابق تقريبا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة